قال الأمين العام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظة في تصريحات السكاينيوز عربية قال إن الاتحاد يعمل على تحضير ورقتين سيتم التقديمهما للرئيس قيس عيد في الأيام المقبلة تتضمن الملفة المقدمة مقترحات لتعديل النظام السياسي والدستور ولتعديل القانون الانتخابي كما كشف أن لقاء الذي جمع الاتحاد ورئيسة الحكومة نجلة أبوداً كان إيجابياً من ناحية النقاشات في الملفات الاجتماعية معنا من تونس عضو مكتب سياسي للتيار الشعبية جمال مالس أستاذ جمال مرحباً بك معنا إذن في تصريحات السيدة حفيظة حفيظة يقول أن التحضير لورقتين سيتم تقديمها للرئيس فيما يتعلق مقترحات لتغيير النظام السياسي ولقانون الانتخابات وللحوار وما إلى ذلك بينما أستاذ سامي الطاهري كذلك من الاتحاد العام التونسي للشغل يقول أن الاتحاد يدعو الانتخابات المبكرة للخروج من الأزمة السياسية عبر تعديل القانون الانتخابي في هذه المرحلة هل التصور والأولويات واضحة بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل؟ مساء الخير تحية لكم وكافة مشاهدي القناة أهلا وسهلا أعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل دائما بالإضافة إلى دوره الاجتماعي والنقابي له دور سياسي دور نضالي يقف إلى جانب الشعب التونسي في الأزمات السياسية والأزمات الاجتماعية واليوم من حق للمنظمة العتيدة أن تقدم تصور وأن تشارك في هذه المرحلة الحرجة لتجاوز العشرية السوداء وأن تساهم في بناء مرحلة 25 جولية من خلال تقديم مطاره مناسبا للاتحاد منظمة نقابية ولكن له العديد من الخبراء ومثل قاعدة شعبية الأوسعة والأكثر تمثيلية في تونس وبالتالي فهو يمثل إرادة الشعب في جانب كبير ويمثل تصور أكبر شريحة من المجتمع التونسي في خصوص هذا النظام الاتخابي وهذا النظام السياسي ولكن بدأ عن تفاعل الطرف الآخر مع كل هذه الطروحات يعني منذ اليوم الأول هناك تأييد للـ 25 من جوية هناك رفض لعودة البرلمان المجمد ولكن غير هذا فيما يتعلق بالطرح خاصة أنه الرئيس إلى غاية الأمس أو أول من الأمس كان يطرح مسألة الاستفتاء الإلكتروني الحوار مع الشباب وبالتالي هو ماضن في تصوره للحوار ولمخرج هذه الأزمة نحن كحزب طيار الشعبي نرى أنه أي حوار أو حياة سياسية مستقبلية بدون أحزاب ومنظمات هو بمثابة التصحير والتصحر للحياة السياسية والاجتماعية في تونس وهذا الموقف هو نفسه عبر عليه اليوم أو يوم أمس ناطق رسمي باسم الانتحاد العام تونسي للشغل السيد سامي الطهري واعتبر أنه لا حوار ولا مستقبل لـ 25 جوليا بدون تشريك الأحزاب السياسية طبعا الأحزاب السياسية الوطنية والصادقة لا الأحزاب التي أجرمت في حق تونس لا أحزاب العشرية السوداء لا أحزاب المال التمويل الأجنبي والأحزاب التي زورت الانتخابات ولكن نتحدث على أحزاب هنا لابد من الفرز لابد من المحاسبة لابد من تبراز من هو صادق ومن حقيقة هي الأحزاب الوطنية التي يمكن التعويل عليها في بناء مرحلة 25 جوليا وبالتالي فنحن هنا كحزب طيار الشعبي لأن نفس الموقف الاتحاد الشغل في خصوص اعتبار أن لا يمكن إقصاء الأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية وإلا ما هي البدائل ما هي الخيارات الأخرى في بناء مرحلة 25 جوليا يعني لا يمكن نحن بالنسبة لنا معناها موقفنا واضح مثل الاتحاد الشغل لا يمكن أن يكون لا وجود لحياة سياسية واجتماعية حقيقية وفعلة بدون أحزاب سياسية لأن الديمقراطية من حيث تعريفها وتاريخيتها ومنشاتها في أوروبا تقوم على أحزاب السياسية فلا يمكن أعتقد تصور الرئيس الجمهورية مع احترامنا لشخصه لا يمكن معناها القيام بهذه الحوار منطلاقا من منصة إلكترونية وغير ذلك هذه مسألة أعتقد طبوية إلى حد كبير وإلا يمكن أن تنجح في ظل الواقع التونسي يعني نحن نعرفه جيدا ونعيشه يوميا هذا في إطار الديمقراطية الانتخابية اللي أشرت إليها في العالم الغربي وما إلى ذلك لكن البعض سقر أربما حتى تصور رئيسي بناء قاعدة للدولة من جديد في ديمقراطية شعبية مباشرة قاعدية بذلك كيف تنظرون لمن يقرأ لأنه ليس طبيعي أو ليس تصريحات رسمية من الرئاسة ولكن هكذا تأتي القراءات كيف تنظرون لهذا التصور من حيث المبدأ نحن مع مشاركة واسعة للشباب وللطبقات الكادحة وللعمال ولصغار الموظفين نحن حاليا أو منذ أشهر كحزب طيار شعبي بصدد إعداد لائحة أو تصور لقانون انتخابي جديد يقوم على تشريك واسع للفلاحين والعمال وسغار الموظفين ولن نتصور في هذا الجانب ربما نلتقي نسبيا مع رئيس الجمهورية في هذا التصور لكن الألية والطريقة وإقصاء الأحزاب نحن نشاركه إطلاقا في ذلك نحن معهم من حيث تشريك الشباب من حيث توسيع قاعدة المشاركة والتمثيلية من حيث معناها الابتعاد عن المال الفاسد من حيث حماية الانتخابات على مستوى الإجراءات وعلى مستوى التمويل وأن تكون حقيقة انتخابات صادقة تنبع من القاعدة تمثيلية واسعة لكن على مستوى الإجراءي أن نغيب الأحزاب وأن نذهب إلى ما يمكن اعتباره معناها حلقات داخل أحياء أو المعتمديات أو البلديات على مستوى نواة صغرى فأعتقد هذا يعني فيه جانب طباوي جانب بعيد عن واقع التونسي وتجربة جديدة مهددة بالمخاطر وبالفشل ربما وتونس اليوم لا يمكن أن تتحمل مفاجآت الأخرى أو معناها فشل آخر يمكن أن تفعلنا نتجه فيه البعض يقول أستاذ جمال أن هذا يأتي من خوف على مصالح الأحزاب على مصالح هالي كرستها خلال فترة الماضية بينما الواقع يفرد نوع من خيبة الأمل التونسيين بشكل عام من تجربة العقدة الأخير من الأحزاب بشكل عام من النخب الحزبية بشكل عام نحن لا ننكر أن رأي العام التونسي تسيطر عليه فعلا يعني حالة استياء وحالة ربما عدم رضا على الأحزاب السياسية نسمع يوميا في الشارع التونسي من يحمل الأحزاب السياسية الفشل لكن أعتقد أن الديمقراطية هي تقوم على درجة من الوعي ودرجة من الانتقاء بين الأحزاب لابد معنا أنه فرق بين الأحزاب الوطنية الصادقة بين الأحزاب التي ناضلت ودفع الدم الشهداء مثل الدم الشهيد محمد الإبراهمي ودم الشهيد شكري بالعيد وبين الأحزاب التي باعت تونس بين الأحزاب التي تدادي الخارج يتدخل اليوم في تونس وأن تحتمي بالخارج والأحزاب التي دمرت تونس خلال العشرية السوداء والأحزاب التي اعتمدت التمويد الأجنبي وتستقوي بالخارج هذه معناها هنا المواطن التونسي اليوم عليها أن يفرق بين الوطني وغير الوطني هذه هي التفرق الحقيقية اليوم في واقع الحياة السياسية في تونس شكرا جزيلا لك من تونس عضو المكتب السياسي للتيار شعبي جمال مرس